أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي وكعادته كل أسبوع رحب قداسة البابا فرنسيس بالمؤمنين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية المتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنائهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل قداست البابا اليوم في الصلاة في الحياة اليومية قال قداسته سنبين اليوم أهمية الصلاة أي الحوار مع الله في الحياة اليومية في صلاة اليومية في كل لحظة وحدث يصبح كل فرح سببا لتسبيح الله وتصبح كل شدة فرصة لطلب العون منه وتنير الصلاة خطواتنا وواقعنا وتسكب في قلبنا رجاء لا يقهر وعندما نصلي نلتقي مع الله ونتغير فالصلاة تهدئ غضبنا وتسند محبتنا لله والآخرين وتزيد من فرحنا وتفيد فينا قوة المغفرة وكل يوم يبدأ إذا قبلناه بالصلاة صاحبته الشجاعة والمشاكل التي نواجهها لن تكون عائقا أمام سعادتنا بل هي نداءات من الله وفرص للقائنا معه وأضاف قداسته علينا أن نصلي دائما من أجل كل شيء ومن أجل أحبائنا وأعدائنا والبائسين ومن لا نعرفهم فالصلاة تعمل المعجزات ويدرك الفقراء في وضعهم البائس أن صلاة المسيحي تجعل شفقة يسوع حاضرة كما حدث في زمنه مع الجموع المتعبة والضالة ودعانا قدسته أن نحب الجميع بالرغم من أخطائهم وخطياهم ونتذكر في الصلاة أننا كلنا خطأة وفي نفس الوقت الله يحبنا فإذا أحببنا هذا العالم بحنان الله سنكتشف في صلاتنا أن كل يوم وكل شيء يحمل في داخله جزءا من سر الله والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية نحن كائنات ضعيفة لكننا نعرف أن نصلي هذه هي أعظم كرامة فينا وعندما تكون الصلاة بحسب قلب يسوع فإنها تصنع المعجزات ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر